بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد في برنامج خدعوك أيها السلفي والمسكين وهذه المرة قد خدعوك في التصوف والصوفية حيث أوهموك أن التصوف علم جاء من الهندوس وجاء من البوذيين وأنه نيرفانا وميرفانا وهذا الكلام الفارغ وأن الصوفية ما هم إلا جماعة مبتدعة دينهم رقص ولعب وعبث وأنهم جهل في دين الله سبحانه وتعالى وأن الوهاب هو المنقذ لهم من هذه الخرافات وأنهم لا يعبدون إلى القبور وكل ذلك كله تخريف في تخريف وتحريف في تحريف التصوف علم يدرس مقام الإحسان كما أن الفقه يدرس أركان الإسلام وكما أن التوحيد وعلم الكلام يدرس العقيدة وأركان الإيمان فكذلك التصوف هو العلم الذي يدرس مقام الإحسان إذا أحببت أن تعلم التصوف وكيف نشأ فيمكن أن تقرأ مقدمة بن خلدون في نشأة التصوف فهذا إنسان كتب في نشأة العلوم وهو إنسان هو مؤسس علم الاجتماع أو إذا أحببت أن تعرف ما هو التصوف بشكل مجمل فقرأ كتاب حقائق عن التصوف لشيخنا العارف بالله عبد القادر عيسى لكن عموما كل تلك الخزعبلات التي في ذهنك وضعتها لك الوهابية هناك مرتزقة من الشام ومصر يرتزقون بالمال مثل عبد الرحمن الوكيل كتب لهم هذه الصوفية جمع نفايات الأفكار والأشياء المرسوسة والخزعبلات والخرافات في كتاب وارتزق به ما شاء الله أني ارتزقته وما مات لم يغني عنه شيئا نسأل الله أن يكون تاب على الإسلام وعلى السنة وعلى يعني نسأل الله أن يكون تاب من تلك الخزعبلات واحد ثاني اسمه إيش كذا واحد نكرة ما معه ابتدائي قال له كتاب كنت قبوريا يكذبون عليكم ويخدعونكم التصوف علم يحقق الإيمان العملي الذوقي السلوكي بعد أن حققه برهانيا أقولها في تاريخ الأمة أكثر العلماء الذين كان لهم تأثير كبير جدا في الناس كانوا صوفية عبد القادر الجيلاني قرأ عليه عبد الغني المقدسي وأبو قدام المقدسي وفتح الله عليه ما به أبو الحسن الشاذلي قرأ عليه ابن الحاجب وهو يكاد يكون من أقرانه على فكرة أبو الحاجب توفي 646 وأبو الحسن 650 وقد كان شيخا كبيرا في تلك المرحلة حينما قرأ قرأ عليه كتاب الشفاء تصور أن ابن الحاجب صاحب الكافية والشافية يقرأ على أهل النحو والأصول وأهل كذا يعلمون من هو ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب والكافية والشافية في علوم اللغة وإلى آخره أئمة شهاب القرافي يقرأ على تلاميذه صاحب أنواع الفروق في أنوار البروق أنوار البروق في أنواع الفروق الإمام المجتهد هذا القرافي وكان مسلكا للطريقة الشاذلية الحافظ السيوطي جلالدين السيوطي يؤلف كتابا يسميه تأييد الحقيقة العالية وتشيد الطريقة الشاذلية وهو من أقطابها وهو أيضا من المسلكين فإذا خدعوك يا أخي هذا السيوطي وأنت تقرأ تدريب الرواوي تشرح تقريب النواوي وتقرأ الأشباه والنظائر وتقرأ والإتقام في علوم القرآن هذا السيوطي يا أخي هذا كان يقرأ الأوراد الشاذلية إذن والله خدعوك أقسم بالله العظيم أنه خدعوك ابن تيمية له انتقادات للتصوف شخصية وله طريقة معينة هو يحاول أن يسأل ثم بعد ذلك التزم الطريقة القادرية وكان كما حقق بعض الإخوة التائبين الوهابية لا أهتم بهذا قد لا يكون مرضيا عندي لكن فعله كتبه بعضهم ولا أتكلمك عن أبي حمد الغزالي لأنهم شوهوا لك هذا الذي كان كما قال تلميذ وعبد الغافر الفارسي ما دخل الغزالي علما إلا صار أعلم أهل الأرض إلا علم الحديث فقد دخله متأخرا ومات قبل أن يتمه ولو أتمه لكان إمام المحدثين في الأرض لن أتكلم لك عن السياسيين والحكماء الناجحين حكام الناجحين كمحمد الفاتحة الذي دك حصون الروم وحول عاصمته إلى عاصمة إسلامية ولا عن صلاح الدين الأيوبي الصوفي القادري الذي أخذ حطين في معركة حطين لن أتحدث تلك عن تأميد أبي الحسن الشاذري في معركة عين جالوت إقراء التاريخ إذا كنت جاهلا هؤلاء الصوفية الذين خدعوك وقال خرافات خزعبلات أبو الحسن الشاذري كان في معركة المنصورة يوم أخذوا ملك فرنسا لويس التاسع وقرأ السيرة وقرأ قصة دار باللقمان إذا كنت جاهلا اعرف ما هي دار باللقمان رأيتها زرتها إذا ذهبت إلى المنصورة فزرها الدار التي سجن تلاميذ أبي الحسن الشاذري ملك فرنسا فيها واخذوا فدية هائلة لا خدعوه جدا جدا نعم نعم صحيح الصوفية لا يجاهدون الجهاد الذي تفعلونه تفجير مساجد نحو ذلك أو يعني قتال تحت إمرة أمريكا لا لا نحن لا نفعل هذا الجهاد الحقيقي كان في جهاد محمد الفاتح وكان في قتال عمر المختار السنوسي السنوسي يعني صوفي يعني طريقة السنوسية إذن قد خدعت خدعة كبيرة جدا جدا ليس جهلة وليس خرافات وليس خزعبلات غاية ما في الأمر في أشياء أنت لا تفهمها نفهمها لك في مقاطعنا قبورية يقول كلام فارغ هذا التبرك بقبور الصالحين ثابت عن كبار الأئمة عن إمام أحمد وثابت عن الإمام الشافعي وعن ابن خزيمة وعن ابن حبان ولأن سلسلة ستصدر قريبا إن شاء الله بإذن الله القبوريون من أئمة السلف هذا خداع هذا غير صحيح أوهموك هذه كل أوهام لخبط في العقول غير صحيح هذا لا يعبدون القبور من القبر حتى يعبد إيش هذا ندفنه ونصلي عليه وقول اللهم اغفره ورحمه وكذا إلى يومنا هذا كل ولي من أولياء نزوره نقول اللهم اجعل في الدوسة مأواه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد والله هذا الذي نفعله مع كل وليم أولياء زرنا أبا الحسن الشاذري وزرنا شاه نقشبند بهذه الطريقة اللهم أعلي مقامهم اللهم أكرم نزولهم اللهم أجعل في الدوسة مأواهم هذا الذي ندعو له ندعو له وهو راب اتقوا الله يا جماعة عب عليكم كيف ندعو لرب كبار الأولياء زرتهم في درد من الشرق للغرب بفضل الله سبحانه كرمان الله بزيارتهم ولكن أدعو لهم أزورهم ليأدعو لهم نعم أدعو لهم إيه والله أدعو لهم هم ليس بحاجة لدعاء صحيح لكن أنا أدعو لهم هذا الدعاء عبادة عبادة لله رب العالمين فهذه الأغاليط هذه الأغاليط واللخبطة التي في عقولكم لا يجاهدون نعم لا نجاهد الحكام صحيح نجاهد الأعداء كفار الحاكم الظالم المسلم الشريعة وموتونا العقيدة تمنعنا من الخروج عليه صحيح هذا الكلام تعبدون القبور لا أبدا من يعبد القبور ولا نعبد حتى النبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين نعبد رب العالمين وحده لا شريك له خرافات وخزعبلات غير صحيح لا خرافات ولا خزعبلات لكن فيها شيء أنت لا تفهمها لفهمها لك جاهزون إن شاء الله بإذن الله هندوس ومندوس كلك الأنثار غير صحيح إيش هندوس ومندوس هندوس يا عابد بقرة ونحن نذبح ونأكلها تأثر بالهندوس أوهام غير صحيحة النيرفانة يعني واحدة المخلوق بالخالق وهذا الشعور كله غير صحيح ما قال بالحلول إلا جهول وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد إذن أنت وقعت في خدعة كبيرة جدا وآفتك بأنك لست موضوعيا لا تبحث عن الحق سمعت من ألد خصوم الصوفية ما يقولون عنهم ولم تستمع ما قاله الصوفية أنفسهم في أنفسهم حتى تكون موضوعيا بعد ذلك قرر ما شئت نحن لا نمنعك من أن تكون متحررا متعقلا باحثا عن الحقيقة سالكا الوسائل الموصلة إلى معرفة ما تريد ابحث عن الصوفية من كتبهم خاصمهم بعد ذلك نازعهم بعد ذلك رد عليهم لا في مشكلة لكن ابحث عن الحقيقة طالبا لها لأن الله تعالى أمرك بهذا ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكرا